هلا بحضراتكو والأهل في رمضان كنت متكلم مع كابتن عمر على السيناريو المباراة على المستوى الفني ما بين طبعا النادي الأهل والهلال تحت ملحوظة مهمة جدا ان نكون حرسين ان ما يجيش فيه نجوم يعني ان شاء الله بإذن الله نعارف ان احنا عندنا فرص كتير نجيب فيها أهداف لكن كمان السيناريو اللي بيلعب عليه كولر ازاي بشكل او باخر تحافظ على شباكة نظيفة وفي نفس الوقت عندك قدر من الأهداف تقدر تسجله عشان ترتاح في المباراة زي ما تكلمنا نتيجة 1-0 توصلك 2-1 مشكلة 3-2 مشكلة وبالتالي انت مطالب لقدر الله لو جي فيك جون انك تسجل على الأقل كمان 3 أهداف مش هدفين يبقى انا بدخل نفسي في دوامة ولهاش اي لازمة انا بحط لنفسي عدد معين اداء اللعيبة انا من وجهة نظر انا لو انا لابس عباية كولر وبشتغل اللي انتهت بيه بابدأ بيه كل الأداء اللي كان في مباراة القطن هو اللي بابدأ بيه بمباراة الهلال حتى على مستوى التشكيل؟ حتى على مستوى التشكيل يعني احنا مش هنختلف عن الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وعب منعم وعلي رامي ربيعة ليه عشان الصراعات وميكادي اللي بوق هو هيدرز وعفي راجل جرايي انا محتاج حد يبقى قريب من الحتة دي يمكن محمود متولي لسه داخل للأمور الجماعية ورجع من الاصابة هو وياسر هبقى انا عندي ريسك معايد مروان عشان يعمل الربط عكس ديانج وعكس حمدي فاتح انا عايز مروان عشان يعمل الربط ما بين الخطة ده ان انا بقلب طريقة اللعبة الاربعة واحد الاربعة واحد الاربعة التانيين هو تاو عشان بيشتغل الحتة الفردية والحتة الجماعية مع محمد عيني وليشوفناها بمبراط القط عبدالقادر والحتة الفنية والجماعية برضو فردية وجماعية مع علي معلول عنده الحلول افشا والسلية وكهربا ليه افشا عايز واحد يمسك لي الكرة ويلعب لي محاور لعب النادل الاهلي السروهات اللي بتعمل والاسستات اللي بتعمل مش بداية بحسن الشحات لا انا عارف عايز تخلي كمان حسن لجزء من المباراة بص يا كابتان هاني وانت حضرتك سيد العارفين اما بيكون عندي كمم البودلاء مش بسمهم البودلاء لو عندي اداء لعيبة خارجية تكون مفاتيح تقدر تحللي افضل بكتير ان انا اعكس تاني او تالت مباراة النادل الاهلي يكون عنده وفرة بودلاء يقدر يتحكم في رتم المباراة عندك بره حمد عندك بره الوديان عندك شريف عندك حسن الشحات عندك حلول مروان الحتة الدفاعية اللي هو بيلم نص الملعب ودي شوفناها مبارح بعد غياره مع طريق حمد هو اللي موجود بيعمل الرابط ما بين الاربعة اللي في خط الظهر واللعبة القدامين اللي هم اللي هم تحت الفيرود تاو شايفينه للمباراة التانية على الاداء الفردي اكثر من رائع والاداء الجماعي واللي يقق واصل امكانياته والربط بينه بنهاني كان الاول بيشتغل فردي بس لقد بيشتغل فردي جماعي من الحالة من الحالة اللي وصلها بيشتغل جدا الحالة ديت وممكن تقعده حرية حرية قدر اشتغل عبدالقادر وعنده الحلول وشوفناها مرة واثنين في المباراة اللي هناك اول خمس دقائق كورت حسين الشحات افشة النبض والربط ما بين نص الملعب وفرودة تحكم في الرتمي بنعنا صح بزر ممكن جدا في وقت ملوقات كابتن هيسم اكيد برضو يعني حتة الرتم دي في كل الالعاب يعني بيبقى في وقت ملوقات محتاج تهدر وفي وقت ملوقات تسرع الريف صحيح القادر على الحتة دي شوية هو أفشة يعني قادر على ان هو في وقت ملوقات عايز تعمل استحواز بس بس العجب صنع الألعاب اللي متحكم في رتم المباراة بس عجب لك ابتعامل انت حاطت يعني توليفها حلوة يعني يعني النهاردة لما نلاقي يعني نقل من الدفاع للهجوم وبعد كده تروح للهجوم بيبقى فيه ضبط إقاع يعني واضحا من فكرة حضرتك أو رؤيتك في التشكيل ان يكون فيه دايما سلسلة ده بيوصل لده ده بيوصل لده في الآخر يبقى الفرقة الأداء منضبط بص يا كابتنايز انت تاخد ايه من عمرو السولية تزديدات خارجية ألعابها هو جوى الصندوق الشغل اللي فيها لونج باس والشرط باس والحاجات الجميلة دي بيعملها ومطلوبة كهرباء وعنده الحس التهديفي واضح عشر مطشاط سبع أهداف وتنات أسست رجله داخل الصندوق بيعرف من أنصف الفرص يجيب كوان تاو وبقى فيه ربط بينه وبين كهرباء عبدالآدر وبقى فيه ربط بينه وبين كهرباء كلمة شادو سترايكر اللي هو السترايجر الخفي انت محتار هما الخمسة دول فراودة الله ينور علينا أفشى تاو عبدالآدر السولية كهرباء كلهم إداروا وواحد بيعرف يعمل اتزان مروان يقدر يلملي دي أما تيجي تفكر في الغيار حمدي شغلك عكس الهجوم اللي انت قد تمطلوب منك في مباراة الزمالك دياند يبقى نبقى في المجرات الملعب أطراف الملعب لازم حد يكون بيهديها هني زايد باستمرار يبقى مروان بيميل في وجود ربيعة علي طاير بيميل مروان في وجود عب منام طب هل محتاجين نلعب نقسم المباراة في هزيس أو مراحل يعني أنا دلوقتي كل مدارب بينزل حدث في دماغه استراتيجية استراتيجية معينة هلعب أول تلت ساعة بكذا أو تلت ساعة تاني بكذا تلت ساعة بكذا كاتن عيسان بيسأل لي على حاجة أنا تملي بقول كولر بيلعب بثلاث سيناريوهات عايز اسمعهم لحدك بقى أول سيناريو الكولر في البداية أربعة اتنين تلاتة واحد دا اللي ظهر للناس تمام أول عشر دا أربعة تلاتة تلاتة واحد تمام أو أربعة تلاتة تلاتة هو واحد أو اتنين في اللعيبة هو بيقدمه واحد هو هو اللي بيغير شكل بيقدمه ويأخر حاجة بعد بالزبط ربع ساعة هو بيشتغل من تحت الكرة جس النبض وبيقنع الخصم إنه هو ميديك الاستحواز امتلك زمام الملعب بعد كده بيقلب طريقة اللعبة أربعة واحد أربعة واحد الحتة الهجومية بيبقى خمس لعيبة الحتة الدفاعية أربعة لعيبة بس اللي الظاهر لنا انت تلعب بفرد واحد من الهلال بياخده رومي بيبقى الاسبير بتاعه أو الكفر اللي وراه عب منعب ومروان بيبقى قدامه بيبقى ثلاثة على واحد أي زيادة من نص الملعب بياخده مروان والحتة الكسفة العددية للأربعة اللي تحت الكهرباء خمسة فرودة خمسة فرودة أي حد ممكن يهدف خمسة فرودة عبدالقادر وتاو المحور اللي بيشتغلوا به المهاري بوا الصندوق السلية في جهة ألعاب الهواء التزديد إمكانية أفشة إنه يعرف يشتغل على الأطراف وشتغل من العمق النادي الأهلي أول عشر ده في مبارات القطن إيه ده والنادي الأهلي بيلعب طويل ليه أو لما اشتغل الشغل بتاعنا الوان تو والتيك أوفر والأوفرلاب ظهر النادي الأهلي بإيجابيته وأحرص جهر ده غير كمان دور علي معلول كان بيبقى مميز جدا بالزبط كده محمد هاني كمان ليه أدوار هجومية فإحنا بنتكلم أول يعني إن شاء الله بإذن الله كون فيه اتزان في الحلقة دي يعني زي ما بقول هو السيناريو لازم أول عشر دقايق بتنزل مع الضغط الجماهيري مع وجود الجماهير ممكن بيكدفع لا أنت هتضغط من أول دي ما فيش مش هتدينه مساحة نحضر بالزبط أول عشر دقايق السينورهات دي يا كابتن هاني وحديك طبعا يعني لك خبرة تدريبية كمان مش بس كلملعب هالسينورهات دي بتبقى ليه علاقة بالنتيجة يعني ولا هو بينفزها وتفر النتيجة كالكام يعني أنا أصدق ها لك هدف دلوقتي العشر دقايق لازم هدف مبكر ده بيديني دفع كبيرة جدا وبيديني إصرار على التعزيز مجرد إن أول ربع ساعة أحرصت هدفين أي فرقة مجرد إنه جبته جون هتبتدي يفتح خطوطه وهي هو يستعمل كونتر أتاك لراجل زي ما يقوله عافف من السرعات اللي هو مكادي لليبو ده بسرعاته طب ما هو مش حاجة تتوصله طول ما أنا مضغط على المكان ده يبقى مجرد إنه كرة بلغة الكرة بطفش من خط ظهر الهلال بس تحوز وبدأ من جديد السبات المفعالي والهدوء بدون ضغط مش استعجال جماهير لأرتناد الأهلي تقدر تنهي الكلام بس بشرط أحرصت جون واثنين بإذن الله وثلاثة استحوز على مجردات المباراة وأمن خط ظهرك ما لكش دعوة بنص ملعب وفرود أنا تخط ضهر نحن التفعيدي لقم معك